اتعلمنا ان ييد لوحدها مش كفاية وان اتحادنا دايما قوة كل مرة اتحادنا فيها حققنا هدفنا وقدرنا على كل تحدي احنا أسرة واحدة كلنا واحد ما حد يشقول انت وأنا احنا البلد يح تقوم بينا كلنا بفاهمنا كلنا والمجتمع المدني بمختلف تخصصاته ليه دور أساسي في التنمية وفي بناء الإنسان وتحسين مستوى معيشته وهي دي أهم خطوة في مشوارنا اننا نكمل بعض انا بوقت رسالة لكل الناس اللي تشتعر في المجتمع الاهلي المجتمع الاهلي ده عبارة عن نواية طيبة وخطط محطوطة علشان تشجع الناس على انهم يصدقوا ان احنا كلنا منكمل بعض في عملنا وعشان كده انا بقول لكل الناس ان الناس تهتم بالرسالة دي كل واحد في الجزء اللي بيخصه لان ده اللي يقدي في الآخر ان احنا كلنا ننجح فزالت انا يعني متحمسة جداً للمشروع ومتحمسة جداً لان الناس تقدر تعمل يعني رسالة أحسن وأوضح وتوصل للهدف النهائي عام 2022 كان عام المجتمع المدني فكان لازم يكون فيه رؤية جديدة نتحد عشان نكون أقوى ونقدر بجد نساعد الناس ونوصل للمستحقين في كل مكان في مصر ومن هنا اتحقق الحلم التحالف الوطني للعمل الأهلي التموي أكتر من 30 مؤسسة مجتمع مدني قرروا انهم يتحدوا ويكملوا بعض التحالف كان أملاً حاجات مهمة كنا بنسعى لبنائها بمفردنا كل مؤسسة وكل جمعية وحدها يمكن ده تحول غير مسبوق أن يتحول العمل الأهلي إلى عمل وجزء من خطة الدولة وده فكر جديد ومنظومة جديدة وغير مسبوقة فكرة ممتازة لتجميع الجمعيات وأعطاها فوصة للتعامل مع بعض ممكن يكون فيه أكثر من 3-4 جمعيات خيرية أو منظمة بيشتغلوا في منطقة واحدة ومنطقة تانية ما فيش حد تشغل فيها فلما نعمل التحالف ده بيخلي الجهود تتوجه لمكانها الصحي التحالف الوطني عمل بيئة مختلفة في التعامل بين المؤسسات المجتمع المدني نقلها من نقلة من التنافسية إلى الشراكة والأولوية كانت للدعم الصحي قوافلنا الطبية لفت كل مكان في مصر والرعاية الصحية وصلت لكل مستحقين بيطلع أساسة الأسر رعيني من كل التخصصات بيكشفوا على الناس في القفلات الطبية والحالات اللي بتحتاج علاج في المستشفى بيتم بتحولها للمستشفيات واللي هو بيكتبله وبيكتبله ومش بيشخصوا العلاج بيقوله روح اشتري الدواء بيديله الدواء أول اللي عايزة يعمل العملية بيجي يعمل عملية في مستشفىات جامعة القاهرة ومنها معهد اللورة عملنا كفالة طبية شاملة بتخصصات طبية مختلفة قدمنا الخدمة الطبية بشكل مجان الأهلينة في كاريتهم ودومة وإن شاء الله بإذن الله يكملين إن شاء الله في محافظات ثانية في كوافل طبية بتيجي كشفوا على عيالي وعملوا لهم نظارات إن كان عندهم مية بيضة على العين فلنا على الخير والتحالف خبط علينا ولتعكشف خدنا العلاج أسبوع وقالونا تمشوا تعمل عمليات فقابونا عربات لحد البيت ومشي كانت مشكلتي عندي مية بيضة وتغيير عدسات فجأت قافلة من المؤسسة فعرضت نفس عليه هم جبلوا لي عملوا لي أوراق وحولوني على حسن المشتشفيات في مصر التحالف الوطني ربنا يبارك فيها وسعيدهم جميعاً التحالف كان سند في كل المناسبات والظروف والقوافل الغذائية وصلت لملايين من الأسر في مختلف محافظات الجمهورية نتيجة العمل على عرض الواقع ولقاة تنفيذيين القاعدة توسعت والخدمات توسعت هيجي علينا رمضان فقوافل رمضان وصل الخير كلنا خلاص هنشتغل مع بعض انت شفت الموضوع القوافل اللي وقد إيه كانت جميلة وقد إيه كانت تدخل قلوب الناس علمني الصيد ولا تعطيني سمكة أنا قدمت على شغل مع صناع الخير كان عندي البيت مفوش حتى سائل ولا فيه زباكة ولا فيه كهرباء ولا فيه أي حالة وعادنا كده طول الصيف وطول الشتاء أكثر من سنة أو سنتين وحنا كده كنت تعبان بالغضروف كنتش بقدر اشتغل ولا قدر اوكل أولادي ولا كده عندهم خبر أني أنا رجل يعني زوه احتياج وما عنديش دخل فجمعية أرمان ساعدتني في توصيلة وصلة المياه في الوقت الحمد لله ربنا كرمني بصناع الخير خدوا بيني البيت وطلعوني وهم اتكفلوا بكل حاجة بصراحة يعني ومع تنشم أي حاجة واستلمت منهم البيت على هذا الوقت قدرت تطلعني من اللي أنا كنت فيه وبقيت أنا في المكان قديد دلوقتي أنا ذات نفسي مش صدقة خالص أنا بالصدفة كنت قاعدة بتفرج على التلفزيون ولقيت رقم شفتهم عاملين بيوت زي بيتي كده واتصلت بيهم وقلت لهم أن أنا مطلقة وعندي ولدين والبيت بتاعي مفوش ساقف وعايزة ساقف بس حتى لو تعملوا لي تحبكوا لي قوضة بس تحبكوا لي خشب حتى فبالفعل بعدها بأسبوع حد جاني وصور البيت قلت لهم ليه قالوا إحنا نصبولك البيت فبصراحة ما كونش مسدقة خالص بعدها بيومون بالزبط نزلوا لي الخشب وصبوا لي البيت شطبوه محارة وكهرباء وزباكة وصراميك ونقاشة وحاجات أنا مش متخيلة مش متوقعها أصلا لما جون فتحوا الورشة دي قصيت لقيت بخبطة على ببي وقالوا لي تعالي اشتغل أنا ما كانش فيه مصدر رزق الأول خامس فبصراحة لما اشتغلت توفرت معي كتير وكويسة عرفت التحالف إن هي بتعمل حاجات كتير للناس فجيت تواصلت معهم لحد ما وصلت لهم وكلمتهم طولهم أنا تعلمي بقدرش اشتغل فهم ساعدون وجابوني الترسيكة أنا أكت المشكلة إن الحياة كانت صعبة شوية وجوزي كان نسب الشغل ورجع يشتغل شغلنا يعني بسيطة ومرتبه يعني بسيط فأنا جيت هنا لمؤسسة تعلمت الخياطة واشتغلت بقيتها ساعة جوزي بيها زودنا الدعم للأسر الأكثر احتياجاً وقدمنا معاشات شهرية لستمائة ألف أسرة وختام سنة عشرين اتنين وعشرين كان قوافل ستر وعافية ظهرت قوافل ستر وعافية اللي هي كانت برحلة أو تغير نوعي في الشغل نمعد مثلا تلات أربعة تيام نجحس وبعدين الشباب خلاص جحس كل الإمكانيات من مواد تنمونية من ملابس من مطاطين من أدوية من لعب أطفال إحنا عملنا ما شاء الله فترة قليلة جداً ستاشر قفلة إحنا بدأناها بسهاج ونهيناها برضو بسهاج وفي الوسط بقى رحنا الإسماعيلية ورحنا المنفية ورحنا الشرقية ورحنا الجيزة ومع بداية عام جديد نقدر نقول إن نجاح التحالف الترجم لعدد كبير من المستحقين وده تحقق بمبادرات لفة مصر كلها قدنا البطاطين والحفا وكلام دا كله في رمضان الشونت تعت رمضان في العيد اللحوم من ضمن القوافل وزعنا حلوة المولد الناس الحقيقة ببسطت شونت المدارس الناس يعني سعيدة إن التائف الآخر حد حاس بيكي بولادك وبأن إحنا بلد كلنا بنحبه بعض بضم 600 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة بتكلفها تصل إلى أكثر من 3.5 مليار جنيه مبادرة إزرع تم زراعتها تحت مظلة التحالف الوطني بالتعاون مع وزارة الزراعة اللي اتحقق في 2022 كان معجزة بكل المقاييس بعد اندمام عدد كبير من المتطوعين والجمعيات لمظلة التحالف الوطني والهدف التكامل مع رؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة جاهزين بخطط 20-23 اللي هتكمل مشوار التحالف وتساعده يوصل لعدد أكبر من المستفدين وهنكمل الحلم اللي تحول لحقيقة مؤثرة في أقل من سنة نوصل لكل أهالينا مانسبش مصري محتاج مساعدة مدعومين بقوة مؤسساتنا وحماس متطوعينا في كل مكان على أرض مصر وبدفع ترموز العمل الخيري اللي دعمونا في بداية مشوارنا وبنهدي نجاحنا ليهم الدكتورة أنيسة حسنة الشريكة المؤسسة في التحالف الوطني اللي رغم فرقها لينا لكن الطاقة اللي سبتهالنا في التحالف لسه بتقوينا وبتفكرنا برسالتها وحنا هدفنا إيه في الآخر غير إن المجتمع المدني يبقى بيتعاطف مع بعض البعض يبقى أن يتكامل مع بعض البعض وبيبي يحقق الحاجات اللي هم منتظرينها مش أكتر من كده فأنا رأيي ده مشهور رائع إن شاء الله حيجيبنا تايب قويسة بيجيب